يعني عملية الجراحة لعلاج ارتجاع المريء فيه ساعات حالات كتيرة جداً بتبقى غير مستجيبة أو بقالها مدة زمنية طويلة فالدكتور محمد بيقول لهم لا نبدأ نفكر في الجراح عايزين نعرف من حضرتك إمتى تستقبل مريض الارتجاع وإمتى تقوله إمتى محتاج تعمل عملية تحزيم المريء وطبعاً الأستاذ أبو محمد كان بيسأل على علاقة عمليات التكميم بموضوع هذا الارتجاع تفضل لي فن هو المريض وصل وجاي بمنزار ومشخص أنه عنده فتأ في الأجاب الحاجز وزا ما اتكلمنا قبل كده على موضوع الحركية الموضوع ده يعني أساسي قبل أي تخاذ قرار جراحي لأن احنا هنتخيل أن لو الحركة الدودية في المريء فيها مشكلة أو العضلة اللي هي أسفل المريء كويسة أو ضعيفة هيبان في الإجراء ده في الاختبار ده والحاجة الثانية برضو المهمة طول المريء لأن حضرتك فيه جزء من المريء بيبقى جوه التجويف البطن اللي احنا بناء عليه بنحدد إجراء التدخل الجراحي يبقى شكله إيه؟ أو التحزيم اللي حضرتك ذكرته لأن لو حضرتك على سبيل المثال طول المريء قصير في بعض الأحيان التدخل بيكون متى جويف الصدري وبالتالي ده اتجاه وده اتجاه تاني خالص فإذا الموضوع الحركية أو المانومتري جزء لا ينفق يعني مهم جدا عنصر أساسي تقييم أساسي قبل العملية آه لأن زمان حضرتك لو كان سمعة العملية دي ما كانتش حلوة كان دايما الناس تشتكي منها هو ده دكتور؟ آه ده مئياس للضغط وبيديه الجراف ويرسم لك الأهم حاجة العضلة اللي هي السفلية في المريء وطبعا الحركة الده دي اللي احنا ذكرناها تمام زي ما بقول لحضرتك كان زمان سمعة العملية كانت الناس تقول لك أنا عملت العملية وعنده أحساس أنه عايز يطلع غزات بيشوف العذاب زي ما بيقول ده دكتورة كمان عندهم المشكلة أنهما يبعثوا العين يعمل عمليها بالضبط لانتبعض آه آه وده بسبب حضرتك يعني لابد من إجراء الحركة